موسيقى موسيقى مساء الخير على كل المشاهدين وعلى كل المستمعين طبعاً احنا النهاردة في يوم جديد لبرنامج ارتباط بنحاول بيها ان احنا نعرف الناس اللي بتبتدي تلجأ لنا واللي بتبتدي تدور على مبدأ الجواز احنا ازاي بنساعدهم طبعاً اللي ما شاهدناش قبل كده واللي ما اتبعناش النهاردة نقدر ان احنا نعرف الناس بفكر الجريد الترتباط الموضوع بتاعنا ببساطة ان كل الناس اللي عندها الجدية في الجواز بنبتدي نساعدهم من خلال البرنامج اللي احنا بنقدمه ان احنا نعمل اعلان للشخصية اللي بتبقى موجودة معنا وان احنا نقدر نقول مواصفاته وطلباته على الهوى ومن هنا نبتدي نساعد الشخصية من خلال ان احنا النهاردة نقدر نقوله اكبر كم من الناس بنقدر نوصلها لك هو ده المبدأ اللي احنا النهاردة بنتكلم عليه فمبدئيا الفكرة ببساطة هي اعلان للراجل او للست اللي بيبتدي يلجأ اللي جريد الترتباط عن اللي بيدور عليه ايه اللي بيدور عليه في المجتمع اللي احنا موجود فيه فيه كل الانات وفيه كل الاشكال ومن هنا ببتدي اساعدك وابتدي اوصلك اكبر كم من الناس هنبتدي ببساطة كده نقول ان احنا عندنا النهاردة مساء الحي بنبتدي نقدمه وعايزين برضو فريد الاعداد يبتدي يتواصل مع اول حالة تبقى بإذن الله معنا ومن هنا هنبتدي نعمل اعلان للشخصية اللي احنا النهاردة هتبقى موجودة معنا ونحط مواصفاتها على الشاشة ونبتدي نحط مواصفات الطلبات اللي هي عايزاها ومن هنا نبتدي نساعد انا مبدئيا عندي منفصل هو سنه 50 سنة وهو من بني سويف وهو رجل اعمال وعنده شغله موجود وميسور الحال وبيدور على واحدة تكون سنها من 35 الى 40 سنة يفضل طبعا ان هي تكون بدون اولاد واذا كان فيه الاقامة هتبقى في نفس المحافظة اللي هو منها طبعا انا النهاردة باتكلم عنه هيبقى موجود في قلب الاعلام بتاعنا رقم تليفون للتواصل معي طبعا عايز اوصل للناس ان بيبقى كل شخصية نهاردة بتبتدي تبقى معي بيبقى ليها رقم مخصوص للإعلان ده مش الرقم الشخصي بس ده هو ده الرقم اللي هو بابتدي اعلم به عنه وابتدي اقول مواصفاته وعشان خاطر اي حد من الناس اللي بتبقى بالتباعنا عايز يتواصل يقدر يتواصل من خلال الرقم ده بالشخصية اللي انا بتكلم عنها اذا كان راجل او ست طبعا هو دلوقتي هيبقى موجود معنا على الهوى وهيبقى موجود فيه رقم تليفون فاللي حابي بالنسبة له يتواصل معاه هو كل اللي هو بيدور عليه شخصية تكون مناسبة ليه في السن زي ما قلت من بداية 35 سنة اقصى حاجة بالنسبة له سن 40 سنة يهمه طبعا ان هي تبقى بدون اولاد او لو معاها طفل صغير او طفلين صغيرين في السن اللي مفيش مشكلة المهم ان هو بيدور على واحدة تكون جميلة جدا تبقى عندها الثقافة وعندها الاهتمام بنفسها وفي نفس الوقت بيدور على الملامح الشكلية زي كل الرجالة اللي بيدور على نسبة الجمال تبقى بيضة تبقى ما مشوقت القوام تقدر تعيش معاه وتكمل بقيت حياته معاه بإذن الله زي ما قلت من شوية دي الطلبات اللي احنا النهاردة بنبتدي نطرحها المشاهد يبقى انا كده ساعدت الطرفين الشخص اللي لاجأ لي اللي انا ببتدي نهاردة اخد كل موصفاته من خلال الورق الرسمي اللي احنا النهاردة بنطلبه من كل واحد وبنبتدي نهاردة نقول للمشاهدين دين مساعدة اللي انا بقدمها لكم من خلال البرنامج بتاعنا ان احنا النهاردة بنقول موصفات واحد يكون فعلا جد عنده النية الجدية للجواز وببتدي انا ساعد بيها المستمع والمشاهد من خلال ان احنا النهاردة بنعرض له حد حقيقي بيدور على الارتباط الحقيقي طبعا من هنا هو ده الفكرة اللي احنا النهاردة بنقدمها واللي احنا النهاردة بنسعى ان احنا نوصلها لكل المشاهدين وكل المستمعين اللي بتتبعنا من خلال قناة الصحة والجمال احنا بنفكر معاكو ان احنا ننشر اكبر كم من الامر على كم كبير جدا من الناس اللي عندها نفس الحاجة اللي هي الارتباط هو ده الامر اللي احنا النهاردة بنحاول ان احنا نشتغل عليه لما بيبقى عندي نهاردة اي شخصية ببتادي يجي يالجأ ليه وببتدي اساعده بساعده بالطريقة الاساسية اللي هي الاعلان احنا النهاردة وقفين في مكان بنبتدي يشوفنا فيه ناس كتيرة جدا في مصر وفي كل محافظات مصر وجه قبلي وجه بحري من كل المحافظات النهاردة اللي احنا النهاردة بنشتغل عليها بنبقى مرئين وبنبقى متشافين ومسموعين فانا النهاردة ببساطة بعلن عن الشخصية وبقول مواصفاته عشان اكبر يعني اقدر اوجد ليه اكبر كم من الشخصيات اللي تبتدي تتوفر فيها كل المواصفات اللي هو عايزة طبعا زي ما اتكلمت من شوية عن الاخ اللي احنا بنتكلم عليه انه هو منفصل منفصل برضو عايزة اوضحها لان دي مهمة جدا في بعض الناس هتفتكر ان ده مطلق لأ مطلق حاجة ومنفصل حاجة تانية منفصل معناها ان هو على زمته فيه حد تاني بس هو منفصل في الاقامة والعيشة بتاعته عن هذه الشخصية فاحنا النهاردة برضو بنحب ان احنا نوضح كل حاجة عن الشخصية اللي احنا بنتكلم عنها هو زي ما قلت من شوية هو حد عنده خمسين سنة ما شاء الله ما يصور الحال جدا هو بيدور على واحدة تكون سنها برضو زي ما قلنا من شوية من خمسة وتلاتين لحد أربعين سنة واهم حاجة بالنسباله ان هو الاقامة بتاعته في بني سويف بحكم شغل وبحكم مكان الاقامة بتاعته فهو اي حد النهاردة هيتوافق ويشوف ان هو مناسب لي هيبتدي يتواصل من خلال الرقم اللي احنا تتكلمنا عنه طبعا ببساطة يا جماعة احنا النهاردة نقدر نقول ان هي دي الفكرة الاساسية اللي انا بحاول ان اطرحها من خلال ان احنا النهاردة عندنا البرنامج بتاعنا وبنبتدي نقول مواصفات الشخصية الحقيقية اللي عندها الجدية معنى ايه الجدية بالنسبة لنا عشان المشاهد بيتابعنا هو فاهم ان الشخص النهاردة ده شخص لي ورق رسمي عندي بيبين كل مواصفاته صورة بطاقة المهل الدراسي بتاعه موجود عندي اذا كان النهاردة هو اعزب موجود عندي ما يزبط هذا الامر اذا كان مطلق بيبقى عندي صورة من اسمت الطلاق اذا كان النهاردة مسا على سبيل المثال ارمل عندي برضو ما يزبط هذا الامر في نفس الوقت برضو بيبقى دافع مقابل مادي ومن هنا ببتدي اساعده من خلال الاعلان اعلن عنه مرة واثنين وثلاثة وعشر حد ما نلاقي الطلب اللي احنا اتكلمنا عنه واللي هو بيدور عليه هو ده الفكرة اللي احنا النهاردة بنقدمها للناس اللي النهاردة عندها الجدية في الجواز اي حد النهاردة بيدور معايا على هذا الامر هيلاقي بإذن الله فرص كتيرة جدا من خلال المشاهدين ومن خلال المستمعين اللي عندهم نفس الحاجة للامر ده فهو ده الامر اللي احنا عايزين نتكلم عنه واللي احنا عايزين النهاردة نفكر الناس بينا وعايزين نعرف الناس بينا فاحنا لنا بالصفحة على الفيس باسم جريدة ارتباط للزواج واللي حابب ان هو يقدر يخش عليها هيلاقي كل الفيديوهات اللي هتبقى موجودة معايا وكل الناس اللي بتبقى موجودة معايا اللي ما ارتبطتش بيبقى فيه في قلب الفيديو رقم تليفون مخصوص لصاحب الاعلان اذا كان راجع او ست فمن هنا يقدر يتواصل بدون الرجوع ليا بكل الفيديوهات اللي بتبقى موجودة اللي هتلاقي اي فيديو موجود فيه بيانات معينة عن شخصية تتناسب معاك او معاكي هتقدر تخش على الفيديو هتشوف الفيديو ومن هنا هتبتدي تلاقي رقم التليفون المخصوص بتاع الشخصية اي حد تاني هيبقى موجود فيديو بدون اي ارقام تليفونات فبالتالي ده معناه ان هو ارتبط وان ربنا كرمه بمشيئة الرحمن هو ده المبدأ الاساسي اللي احنا النهاردة عايزين نوصله احنا عايزين نطلع بقى بره الدايرة اللي كل الناس بتعرفها اللي هي مكاتب الجواز وان هو النهاردة بيبقى عنده بعض الاشخاص اللي بيبتدي يشتغل عليهم من محيط دايق وصغير احنا بنحاول ان احنا نغير الفكر شوية ونطلع بره الدايرة اللي احنا النهاردة بنتكلم عنها ان احنا بندور للشخص النهاردة اللي لجأ لنا في محيط كبير جدا هو محيط المشاهدين اللي بيتابعنا واللي عندهم نفس الحاجة لهذا الامر طبعا احنا عندنا بإذن الله حلقة بتبقى كل يوم جمعة بتبقى الساعة ستة ونوص فاللي حابب ان هو بإذن الله يشترك معنا هيبقى يتبعني على الارقام اللي بتبقى موجودة معنا من خلال الرقم بتاعنا اللي هو 010 أو 011 وممكن من هنا نبتدي نتواصل مع بعض من قوله ايه الطلبات المطلوبة منك عشان نبتدي يبقى فيه اشتراكات عشان نبتدي نساعده بيه طبعا يا جماعة من هنا هي دي الفكرة اللي احنا بنتكلم عليها ان احنا النهاردة بنحاول نوصل اكبر كم من الناس لاكبر كم من المشاهدين هو ده فكرة جريدة الترتباط عشان كده احنا سمناها جريدة الترتباط طبعا انا معايا اعلان تاني برضو لاخت تانية هي 33 سنة وهي مؤهل عالي من الجيزة وهي بتدور على حد يكون يتناسب معها من خلال ان يكون مؤهل ويكون عالي زيها ويكون عنده المقدرة على الجواز طبعا معناها ايه كلمة المقدرة على الجواز احنا النهاردة في الظروف اللي احنا فيها طبعا كل واحد وكل واحدة بقت مصاريف الجواز والدنيا بقت مكلفة جدا فطبعا اذا كان فيه فرصة ان الواحد يعيش عيشة كويسة وعيشة كريمة هو ده اللي بتسعاله كل واحدة النهاردة بتبتدي تلجأ ليها ان هي تفكر النهاردة ان هي تشترك معي فمعنا ان اي واحدة النهاردة بتطلب ان هي عايزة حد يكون ميسور الحال ده معناها بالنسبة لها ان واحد يعيشة في عيشة تبقى ملأمة للي هي عيشها واللي هي بتدور عليه طبعا الاخت اللي احنا بنتكلم عنها زي ما قلت من شوي هي على قدم الجمالة وهي 33 سنة وهي أنسة وعايز حد يكون سن ما يزيدش عن 40 سنة اهم حاجة ان هو يكون المؤهل الدراسي بتاعه مؤهل عالي ويكون من محافظة الجيزة بالاخص هي مش هتقبل ان هي تنتقل في العيشة لأي مكان تاني لأي محافظة محافظات وفي نفس الوقت هي عايز حد يكون عازب فقط يعني اي حد يكون مطلق او ارمل او عايز زوجة تانية هذا الامر لا يصلح بالنسبة له طبعا هو الفكرة الاساسية اللي احنا النهاردة بنعرضها ان احنا النهاردة بنقول فكرة جديدة للناس اللي فعلا عندها الجدية واللي هيبتدي تابعنا على الصفحة هيلاقي ان انا ممكن بعمل اعلام مرة واثنين وثلاثة واكتر من مرة في حلقات مختلفة بالاعداد بتاعتها عشان اوصل بيها للشخص اللي احنا النهاردة بيدور عليه المشترك اللي بيبقى موجود عندي من هنا هو ده الفكرة اللي احنا النهاردة بنقدمها لكل المشاهدين ان احنا النهاردة بنقول مواصفات حقيقية الاشخاص حقيقية وهو ده اللي يهمني وهو ده اللي احنا بنحاول نوصله للناس ومن هنا بنبتدي نقول المواصفات اللي هو بيدور عليها وبنبتدي نعمل عملية طرح لهذا الامر من خلال الناس اللي بتتبعنا والناس اللي بتشاهدنا من خلال البرنامج اللي احنا بنقدمه هو ده الفكرة اللي احنا النهاردة بنوصلها للناس واللي احنا بقالنا فترة طويلة جدا بصدادها بنشتغل في الموضوع ده ان احنا بنعمل اعلان للشخص مرة واثنين وثلاثة لحد ما نلاقي الطلب اللي هو بيدور عليه من المشاهدين عشان كده النهاردة احنا بنحاول ان احنا نطلع برد دايرة المتعارف عليها زي النظام القديم اللي هو بتاع الخطبة او المكاتب بتاعة الجواز ان هم بيدوروا في عدد مشتركين بس لا انا النهاردة لما بيجي لي شخصية بيبتدي النهاردة ادور فعدد من المشاهدين للبرنامج فمن هنا بنبتدي نوصل لأكبر كام من الاشخاص اللي بتبقى موجودة بإذن الله والمن هنا يبتدي الواحد يدور بدلا ما بيدور على حالة يدور في وسط حالات كتيرة جدا ومن هنا بنبتدي نسعى مع بعض للأمر دا طبعا دول حالتين اللي احنا النهاردة بنضرب بيهم مثل للناس اللي نهاردة بتتبعنا لأول مرة احنا ازاي بنساعد اللي عايز الجوز طبعا انا ما ذكرتش لا اسم ولا ذكرت عنوان ولا حطيت اي حاجة تثبت الشخصية حتى رقم التليفون اللي احنا حطناه واللي احنا استعرضناه مع بعض على الشاشة ده بيبقى رقم مخصوص للإعلان بمعنى اي رقم مخصوص يعني المشترك اللي بيجي يشترك عندنا وهو ده اللي بيبتدي يخاطب بين ناس لحد ما يلاقي الطلب اللي هو عايز طبعا انا بالفت نظر الناس للناس اللي النهاردة بتبتدي تتصل على الاشخاص اللي بتبقى معنا لازم يبقى عندهم كمان الجدية ولازم يوفر الجدية دي للشخصية اللي احنا النهاردة بنستعرضها واللي احنا النهاردة بنعرضها للناس اللي بتتبعنا انه هو ازا كان النهاردة حد عنده الجدية هذا الامر يبتدي يتواصل من خلال انه هو بيثبت الجدية بانه هو بيبعد صورة البطاقة احنا بقى النهاردة عندنا كلنا في كل تلفوناتنا فيه عندنا واتساب وفيه عندنا فيبر وفيه عندنا حاجات كتيرة اقدر اوصل صورتي واقدر اوصل صور بطاقتي وده بيبتدي يوضح الشخصية ان هو فعلا عنده الجدية ان بيقول مواصفات فعلا تنطبق على الامر اللي هو بتبقى موجود عليه طبعا ايوه معنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن نسمع اسم طيب اي اسم مستعر الحرك ايوه انا لا مدام امل اهلا وسهلا بيك اتفضلي اهلا بحضرتك كم سنة اهلا بحضرتك انا مستعر اه ثلاثين طيب اه عايز اسأل بس المواصفات العامة بتاعتك هي حضرك انسة ولا ولا مطلقة ولا ارمالة ولا ايه ارمالة طيب انت منين بتقولي من اسكندرية من اسكندرية عندك اولاد اه طيب عددهم قد ايه مثلا اثنين اثنين اطفال اعمارهم قد ايه يعني مثلا ست سنين اكتر اه يعني ايوه طيب المؤهل الدراسي اللي بتحرك ايه باكريوس طيب فيه شغل بتشتغليه ولا حاجة اه بشتغلي طيب المواصفات اللي انت النهاردة بتدور عليها في الشخص اللي انت عايزها بتبقى ايه هي تقبالي وضع الزوجة التانية هل لا لا يعني يصابه يكون هرم على زي اه ويصابه ويصابه انه هو نفسا ما يكونش في زوجة تانية على زي او يكون يكون في المحافظة بتاعتي من اسكندرية والسن بتاعه يتراح من كام لكام مثلا يعني لحد خمسين لحد خمسين سنة طيب فيه شرط بالنسبالك في المؤهل الدراسي ان هو يكون مؤهل دراسي عالي ولا حاجة ولا بالنسبالك ده امر عادي يفتحب يكون المؤهل دراسي عادي وعاين لو اعلى اقول متوفط او متوفط ما كيش مشكلة بس يفتحب طبعا انه يكون المؤهل عادي طيب انا برضو بشكر حركة الاتصالك وهستأذنك برضو بإذن الله بعد الهو تبقى تكلميني وانه نبتدي انه نتواصل مع بعض انت بقى بطريقة المواصلك شكرا لحركة طبعا احنا النهاردة يا جماعة زي ما سمعنا كده فيه ناس كتيرة جدا عندها نفس الحاجة في موضوع الجواز فانا النهاردة يهمني جدا ان انا بوصل للشخصية اللي احنا النهاردة بنترحها على اكبر كم من الاشخاص اللي بتبتدي الدور طبعا انا عندي نسا عندها 39 سنة احنا هنحاول دلوقتي نرتب اتصال معها بحيث ان احنا ندخلها معنا دلوقتي في مداخلة عشان نبتدي والحد ما يبتدي يخش معنا الاتصال هنتكلم عنها شوية هي انسا زي ما قلت من شوية عندها 39 سنة لسانس حقوق هي من المحافظة الجيزة ومن سكان منطقة في الجيزة اسمها الموانسين طبعا حي معروف بالنسبة للناس المقيمين في القاهرة وهي زي ما قلت هي 39 سنة ولسانس حقوق وهي ما بتشتغلش في الوقت الحالي بتدور على حد يكون يتناسب معها من ناحية الثقافة العلمية انه يكون معها مؤهل عالي في نفس الوقت بتدور على حد يكون امكانياته المادية موسرة بمعنى ان هو يلاقي لها مكان في نفس المحافظة اللي هي منها هي ما بتحبش ان هي تنتقل من مكان لان مرتبطة بالأسرة فهي عايزة حد يكون من نفس المحافظة وفي نفس الوقت يكون سن ما يزيتش عن 48 سنة مثلا هي زي ما قلت من شوية هي عندها 39 سنة وهي بتدور على حد ما يزيتش عن السن اللي احنا قلنا عليه 48 ايوة ايوة سلام عليكم علو ايوة سلام عليكم ممكن تقول لنا بس مواصفاتك مبدئيا كده واذا كنت بتعملي علال ليكي ولا حد تاني ايوة ايوة اتفضلي اسم سعدان فهم مدعان لا مش لازما الاسم خالص انا بس عايز اعرف السنة ايه مثلا من اي مكان بالزبط تلاتين تلاتين سنة منين مصر الجديد مصر الجديدة كويس مصر الجديد هنسة ولا مطلقة مطلقة معكي اولاد مطلقة معكي اولاد واد وبيت طيب انا بس بس تأذينك اقفل التلفزيون عندك عشان خاطر نسمعك بشكل اوضح تسمعاني كده كويس ايوة طيب معاكي موهل دراسي ايه انا بصراحة على معادي كده المتوسط يعني ايوة طيب يعني طلعة من سبس سنة معاكي المواصفات الشخص اللي انت عايزاها مسلا سنه في حدود قد ايه ما يزيتش لحد قد ايه انا عايز بحث حدود اربعين ما يزيتش عن اربعين ما يزيتش عن اربعين سنة اه وتقبالي وضع الزوجة التانية لا انا مارش الزوجة التانية انت دلوقتي مطلقة وعايزة تبقى انت الاولى ايوة طيب ما علينا ما فيش مشكلة ممكن برضو استأذنك ان انت برضو تتابعيني بعد الحلقة وتبتدي ناخد منك المواصفات والبيانات واقولك ازاي هتشترك معنا عشان نبتدي ان اعرضك بمشيئة الرحمن طبعا بشكرك وبشكر كل الناس اللي بتتبعنا انا هممني جدا يا جماعة ان انا يعني اتواصل مع الشخصيات اللي بتبقى فعلا بتبقى عندها الجدية يعني احنا النهاردة ممكن بناخد شوية التلفونات من بعض الاشخاص بس انا برضو بحس ان ما فيش المصدقية في الامر انا او المشاهد لان انا مش عارف الشخصية دي ابعدها ايه هي مواصفاتها تنطبق عليها بتقول ولا لا فانا بس بستأذن فريل اعداد ان احنا ندخل الشخصيتين اللي احنا بنتكلم عليهم واللي احنا بنبتدي نقصدهم بالاعلان ومن هنا نبتدي نخش بقى بعد كده اذا كان فيه اي حد تاني عايز يخش يقول لنا مواصفاته ممكن نبتدي نستقبله فانا بستأذن فريل الاعداد ان هو يعمل الاتصال اللي احنا قلنا عليه للاخت اللي هي عندها 39 سنة ويدخلها معنا في الاتصال عشان تبقي تحكي عن مواصفاتها وتحكي عن مواصفات اللي هي بتدور عليه طبعا زي ما احنا اتكلمنا من شوية عنها هي قلنا 39 سنة واتكلمنا ان هي معها اللي سنصحه وهي من حياة موانسين وبرضو هيبقى موجود رقم التلفون بتاعها بحيث ان اي حد يقدر يتواصل معها ويبتدي يعرض ظروفه عليها ويبتدي يتكلم معها يبتدي يعرض هل يترى تتناسب الامر معها ولا لا طبعا زي ما قلنا من شوية ان هي عايز حد يكون من محافظة الجيزة وده شرطها بالنسبة لها الشرط الاساسي حتة ان هو يكون اعزب او مطلق او ارمل او ان هي تبقى زوجة تانية هي ما عندهاش اي مشكلة في الاختيارات دي ممكن تقبل بالاوضاع التلاتة او بالاوضاع الاربع اللي احنا قلناها ان هو يكون اعزب او مطلق او ارمل او تقبل ان هي تبقى زوجة تانية بس شرطها الاساسي ان هو الاقامة بتاعتها تبقى محافظة الجيزة وفي مكان راقي ما يقلش عن المستوى اللي هي عايشة فيه ده اهم حاجة ان هي مش هتقدر تروح في اي محافظة غير المحافظة اللي هي النهاردة بتتكلم عليها او اللي هي بتنتمي لها اللي هي محافظة الجيزة وطبعا انا لي زكرت حي المهانسين عشان ابتدي اوصل للمشاهد اللي بيتابعني ان الشخص اللي بتدي يلجأ النهاردة يبتدي يبقى على نفسه مستوى المادة بتاعهم يعني هي النهاردة الو سلام عليكم عليكم السلام ايه والله كريمك ربنا خليه يجي تفضل انا حضرتك شاب اعزب من الجيزة كم سنة عندي 29 ونص يعني 29 اه انت قلت ان انت ما سابقلكش جايز عندك لا لا اه موهيلك الدراسي ايه خالد وبتشتغل ايه والله انا مؤهل متواصل بلوم زراعة وبشتغل اللي فارد امن وابدور على الانسانة كده تكون ظروفة متواصلة وكون مسترم عليك ربنا يكرم بمشاة الله اللي انت عايزه واستأذنك تبقى تكلمني برضو بعد الحلقة نبتدي نتواصل مع بعض واقولك ازاي تبقى مشترك بإذن الله معنا عشان ابتدي اطراحك عن مشاهد وانا متطمن والمشاهدين كمان يبقوا متطمنين للبيانات اللي انا النهاردة بنبتدي ناخدها منك وبنبتدي نعرض شكرا لك يا خالد وشكرا لاتصالك زي ما قلت من شوية جماعة انا هممني جدا ان انا النهاردة ببتدي اتكلم مع الاشخاص اللي يبقى عندهم فعلا الجدية عشان النهاردة لما بتدي اعرض الامر ده عليك ببتدي النهاردة اوصل لك حد عنده الجدية في الامر فانا النهاردة لما باجي اعمل اعلان لاشخاص من الناس اللي بتبقى مشتركة هو ده الجدية اللي بالنسبة لي ان هو النهاردة بيبقى دافع مقابل مادي فبالتالي هو عنده الامكانيات المادية اللي تسمح له بالجواز في نفس الوقت انا بابقى واخب منه كل ما يزبط البيانات بتاعته فبالتالي باعرضه وانا متطمن وابتدي اعرض حد يبقى عنده الجدية للامر زي ما رجعنا من شوية واتكلمنا عن الشخصية اللي احنا اتكلمنا عنها واللي احنا بنتكلم عنها اللي هي 39 سنة هرجع برضو عيد الاعلان تاني عشان خاطر برضو قدي فرصة للمشاهدين ان هم النهاردة يتواصلوا مع الحالة ويبتدوا يقولوا مواصفاتهم ليها فاذا كان النهاردة يا جماعة هي هتلاقي كم كبير قوي من الاتصالات بس في الاول وفي الاخر اللي حابب ان هو يتواصل معها لازم يبعت لي صورة البطاقة عشان ابتدي اتأكد من صدق البيانات بتاعته عشان ابتدي اخليها ترتب مقابلة مع اهلها عشان يبتدي يشوفهم ويبتدوا يشوفوه طبعا الخبمة دي انا بعملها لها هي لان هي واحدة مشتركة عندي وهي بالتالي يهمني جدا هي تفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ايوه انا وسهلا بيكي كم سنة اللي معايا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن بس ممكن بس نقفل بس الصوت بتاع التلفزيون عشان نبتدي نسمعك كويس ممكن بقى تقولن اه ممكن تقولنى الصوت وعليكم السلام ممكن تقولنى السنة قدي السنة 40 طيب انا برضو لسه سامع فيه صدق صوت فانتيقفلي بس صوت التلفزيون عشان يبقى المشاهد سامعك كويس ايوه كده كويس اه انت بتقولنى عندك كم سنة 40 سنة 40 سنة منين من الكاهرة اه معاكي مؤهل دراسي ايه مثلا بكاريس فنون جميلة كويس جدا متشتغلي او حاجة اه بشتغل حاليا مدرس طيب انت قلتنى ان انت انت انسة اه لا انا مطلقة مطلقة عندك اولاد عددهم قديه وسنهم قديه لا ما عنديش اولاد ما فيش اولاد خالص طيب انت سابقلك الجواز مرة واحدة بس اه مرة واحدة طيب تمام مواصفات الشخص اللي انت عايزة تبقى ايه هي مسلا تسنه في حدود قديه تقبالي وضع الزوجة التانية ولا لا المؤهل الدراسي بتاعه مواصفات اللي من هذا القبيل يعني يكون مؤهل عائلي زيه اه يكون وظيفة يعني مناسبة بالنسبة ان انا يعني بكاليريوت ومبرده مدرسة حد يكون مناسب يعني كويس حتة الزوجة التانية بالنسبة لك مطروحة موافقة بهذا الامر ولا انت اه ولا دي مستبعدها يعني ايه بتشوفيها ازاي دي ممكن لو هو يعني زروف المادية مناسبة او والشغل بتاعه برضي تكون مناسب والسن برضو مناسبة مفيش مشاكل عادي طيب مفيش مشكلة انا السن بتاعه مثلا بيتراوح من كامل كامل انت قلت انت عنديك 40 سنة سن هو يعني أنا 40 يعني غاية 45 سنة طيب خلاص انا بشكر حركة الاتصالك وهستأذنك برضو بإذن الله بعد الحالة تكلمين عشان اقولك ازاي نبقى مشتركين مع بعض عشان نبتدي نساعدك بمشاية الله في اللي انت بتدور عليه شكرا لك وشكرا لاتصالك طبعا احنا النهاردة كده اتكلمنا عن 3 حالات مبدئيا الحالة الاولى احنا قلنا عليها ان هي انيسة وعندها 33 سنة وهي مواهل عالي ومن الجيزة وبتدور على حد يكون عازب ويبقى طبعا رقم التلفون بتاعها موجود معنا على الشاشة وهي بتدور زي ما قلت من شوية على حد يكون اعزب فقط دي اهم حاجة بالنسبة لها الحاجة التانية انه هو يكون من محافظة الجيزة الحاجة التالتة اللي اهم بالنسبة لها انه هو يكون على نفس المستوى العلمي اللي هي عليه هي معها باكريوس اعلام وفي نفس الوقت عايزة حد ما يكونش اقل منها في المستوى اللي احنا بنتكلم عنه ورقم تلفونها موجود على الشاشة اللي حابب ان هو يتواصل معها لازم يتواصل معها بالطريقة اللي احنا قلنا عليها يبعط له لأهلها صورة البطاقة عشان يأكد البيانات اللي هو بيقولها ومن هنا تبتدي يحدد معاد مع أهلها ويبتدي يشوفه ويشوفه بعض بشكل محترم ومن هنا يبقى انا كده ساعدت الطرفين طرف اللي لجأ ليه والطرف التاني اللي هو المشاهدين اللي هو شايف ان هي مناسبة ليه وهو عايز يتواصل معها الحالة اللي احنا تكلمنا عنها من شوية برضو هو أخ منفصل وهو عنده تسعة عنده خمسين سنة وزي ما قلنا من شوية هو من بني سويف وعايز واحدة تكون مناسبة ليه أهم شرط بالنسبة له شرطين الشرط الأولاني الجمال والشرط التاني ان هي الاقامة هتبقى في بني سويف وتبقى واحدة بكتير قوي معها طفل أو طفلين ويفضل ان هي يكون بدون أولاد ده الاعلان التاني الاعلان التاني اللي احنا تكلمنا عنه ومش عارف ليه ما حصلش الترتيب في الاتصال مع صاحبة الشأن عشان هي تقول مواصفاتها وتقول طلباتها بس هي مبدئيا تسعة وتلاتين سنة وهيبقى زي ما قلت هي أنسة وعلى قدم الجمال جميلة جدا وبتدور على حد شرطها الأساسي الإقامة في محافظة الجيزة ويكون ما فيش مانع بالنسبة لها ان هي تبقى زوجة أولى أو زوجة تانية إذا كان أعزب أو مطلق أو أرمن ممكن يقدر يتواصل معها ويبتدي يعرش ظروفه عليها بس أهم حاجة أن يوفر لها مكان يكون مش أقل من المستوى اللي هي عايشة فيه وزي ما قلت من شوية هي من سكان حين موانسين ورقمها موجودة على الشاشة بحيث أن أي حد من الناس اللي عايز يتواصل معها هيقدر يتواصل على الرقم ده ويشرح ظروفه ليها ومن هنا ببتدي أساعد المشاهدين وابتدي أساعدها في نفس الوقت بأنها تلاقي أكبر كم من الاختيارات الجدية لازم النهاردة الشخص اللي بيتصل على أي حالة من الحالات اللي احنا النهاردة بنتكلم عليها يبتدي يثبت الجدية من خلال أنه هو يبعد صورة البطاقة ويقول أنا مواصفاتي تنطبق على ده ويبتدي من هنا يرتب الأمور بشكل يكون مقابلة مع أهلها أو معها بحيث أن هي تبقى هي منطمنها له وتبتدي تشوفه هي منطمنة طبعا الحالة الثالثة اللي احنا النهاردة هنتكلم عنها هي الحاجة الرابعة اللي احنا هنتكلم عنها معلش هي أنيسة وعندها تلاتين سنة وهي من محافظة الجيزة وهي بتدور على حد يكون مناسب لها في السن مثلا ما يزيدش عن خمسة أو أربعين سنة ممكن حتى يعني يزيد سنة أو سنتين كمان ستة أو أربعين سبقى أو أربعين سنة المهم أنه هو يكون ميسور الحياة ويبمن لها عيشة كويسة وهي ما عندهاش مانع من أن هي تبقى تاخد حد مطلق أو أعزب أو أرمل أو زوجة تانية ما فيش مشكلة المهمة بالنسبة لها أنه يبقى الإقامة في مكان راقي وتبقى النهاردة توفر لها سكن كويس في مكان كويس وتبقى الحياة بالنسبة لها اللي هي بتدور عليه حياة يعني ميسرة فهي طبعا رقم تلفونها هيبقى موجودة على الشاشة بحيث أن أي حد يقدر النهاردة يعرض نفسه عليها ويبتدي يقول مواصفاته ويقول طلباته وبالتالي هي عشان تبتدي تقابله لازم يبعت لها صورة البطاقة عشان يبتدي يحدد معها المعاد ومن هنا يبتدي يقابل أهلها أو يقابلها من خلال شكل رسمي ويبتدوا يتطمنوا البعض طبعا هو ده الفكرة اللي احنا النهاردة بنحاول نحن نقصلها واللي احنا عايزين نعرفها كل الناس اللي بتتبعنا وكل الناس اللي بتشاهدنا ان كل الناس النهاردة اللي بتبتدي تلجأ لنا احنا بنحاول ان احنا نعرض الاشخاص اللي عندهم فعلا الجدية واللي عندهم فعلا الأمر بشكل ميوسر لان احنا النهاردة بقينا في ظروف بقيت صعبة جدا انا النهاردة عشان النهاردة اجي اعمل اعلان لحد وانا مش عارفه ممكن كنت بسطدم مع المشاهدين ان بلاقي ان ما فيش الجدية مع الشخص ده فانا بالتالي اي حد النهاردة عايز يشترك معنا بيبقى فيه مقابل مادي بيبتدي بيأساعده بان انا اعمله اعلان واتكلم عنه بكل ثقة وابتدي اتكلم عنه مرة واثنين وثلاثة وعشرة وحط رقم تلفونه على الشاشة بحس ان انا النهاردة اوصل لكل المشاهدين بحد عنده الجدية عنده الامكانيات للموضوع ده يبقى بالتالي انا كده ساعدت المشاهدين ان انا وفرت لهم حد عنده كل مقاومات الجواز عنده الامكانيات لهذا الامر في نفس الوقت عنده المواصفات اللي انا النهاردة بسمعها وانا انا بأتكلم عنها بابقى انا متأكد منها من خلال الورق الرسمي اللي انا النهاردة بابقى واخده من كل شخصية وهي صورة بطاقة بالنسبة للعازب او للمطلق او الارمل باخد منه شهادة الوفاء او شهادة الطلاق اسمت الطلاق ومن هنا هي دي الحاجات اللي بتهمني جدا مع المؤهلات الدراسية بتاع كل شخصية اذا كانت موجودة معنا او مش موجودة معنا بتبقى مذكورة في قلب البطاقة فهو اللي انا عايز اوصله برضو في النهاية ان احنا النهاردة بنعرض اشخاص حقيين نهتم جدا بيهم وبنحاول ان احنا نوصل صورتهم لأكبر كم من الاشخاص اللي بتبتدي تبقى عندهم فعلا نفس الحاجة يبقى انا كده ساعت الاتنين واللي حابب ان هو برضو يتابعنا هيقدر يتواصل معنا من خلال الارقام بتاعتنا ومن خلال صفحتنا على الفيسبوك باسم جريد الترتباط للزواج ومن هنا باذن الله نقدر نوصل اكبر كم من الاشخاص لأكبر كم من الناس اللي هي بتتبعنا بمشيط الرحمن وطبعا انا بشكر كل الناس اللي كانت بتتبعنا وكل الناس اللي كانت معنا وبأتمنى باذن الله التوفيق لكل الاشخاص اللي بتبتدي تلجأ لنا واتمنى ان احنا نكون ضيف خفيفة على كل المشاهدين وان احنا نقدم رسالة يعني نتفع بيها المستمع والمشاهد وفي نفس الوقت نقدم حاجة تبقى شكرا لك وشكرا لحصل الاستماع شكرا سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة